هذه ساعة ذكية ساعة ذكية أحسها من المستقبل الشاشة مالت راح تكون أربعة إنش بندد دار ما دارها محفوفة بشكل مو طبيعي هل هذا الشي يمشي على ساعات ولا لأ؟ أنا أقول لك يمشي يعطيكم الصح والعاب فيها معاكم أحمد بوريكا هذا الساعة راح تكون النوبيا واتش أنا ما يدري نوبيا قاعد تختصها الحين باللعاب بالتليفونات بشكل مو طبيعي نفس الراد ماجيك أو سلسلة الراد ماجيك بالتحديد طبعاً يتبعون شركات ZTE كشركة الأم فهذه الساعة المفرض لكم موجهة حق اللاعبين أو حق الناصر يجب أن هذه التليفونات بالفئة يجب أن تكون ساعات مختلفة تشعي nazis تشعي من الساعات ذكية إلى الموجهة بالسوق عندك تليفونات موجهة اللاعبين عندك لابتوبات موجهه لللاعبين لازم لا يقوم ب Amendment راح تعطيكم الإمكانيات إني تتوقع أن تكون موجودة بساعة ذكية اليوم نفس يقيس لك نبضات القلب أو يخص بخطواتك او انك تحصل لشعارات مالوتك بس ري يعطيك اياها زيادة اللي موجود بهذه الساعة راح تكون شغلات لها بالماركية اولنا الشكل ما للساعة ككل ان تكون اولا اجراسيف يعني انا احس ان هذه اكثر ساعة الدفشة لبستها بحياتي بساعة ذكية كون ان انا متعوذ على الجيشة كالساعة تري تكون كبيرة تحس ان انت لابس ساعة عودة على ايدك عطتني هذا الشعور تماما ومع الشاشة الاربعة انش مرة ثانية يعطيك المجال انك انت تقرأ المساجات تترد عليهم يعطيك تي ناين دايلر تقدر تتصل الابعاد مالة الشاشة مناسبة حق انك انت تسوي اكثر شغلات يمكن ما لا علاقة بالساعات الذكية الثانية كون ان انت مقيد بحجم شاشة تحت لاثنين بوصة اني انت عندك اربعة بوصة مرة ثانية فيساعد هذا الشي مو معنات ان راح تقدر تلعب العاب على الساعة كان زين لو كانت فيه العاب مثلا معينة موجهة حق الساعة بس ما فيه فيه رسومات تطلع نفس الميتريكس ومعرف ايش وفيه وجوه كثيرة حق الساعة ان انت تقدر تستعمل الان شي يذكر ان الساعة انا حصلت اصال لها فترة معاي قاعد تجربها بس اتوقع المفروض ان ينزلها السوفتور عشان يعدل شغلي ان انا ما قدر احولها من 24 اوور ل 12 اوور انا احب ان اشوف الساعة 12 اوور بس اذا انت انت تحب 24 اوور هذا الشي موجود عليها حاليا ما فيه نمط ثاني وشي ثاني فيها Always On Display بس لازم تحرك ايدك عشان تقدر تشوف فيصر عندك واجهتين حق الساعة لان خيارات متل Always On Display اللي موجودة هني رح تكون نسبيا قليلا مقارنة بالوجوه الثانية الى موجودة اللي تقدر تستعملها على الساعة وهم بعد مقارنة بالساعات الثانية اللي يدعمو لك Always On Display رح يكون عندك انت خيارات قليلة بالمقابل احنا لان الشاشة مالاتها تعتبر كبيرة فالمتوقع انك انت تتعامل مع التليفون من طريقة اللمس على الشاشة و رح يكون مرة ثاني لان شاشة كبيرة رح يكون نساعد الموضوع انك انت تتنقل ما بين القوائم الموجودة عليها عندك انت زر واحد موجودة هني على جنب علشان تشغل وطف الساعة او تسوي wake حق الشاشة او ان تستعملها على قولاتهم بالحركة مالات الـ E تقدر تعييرها انه هو فيها جيروسكوب منه هو يحس انك انت قاعد ترفع ايدك رح تلقائي يبين لك الساعة و تقدر تسوي لها double tap dc ساعة تسوي لها wake و تشوف شين شغلات اللي انت تبشوفها بالساعة الحين فيها تطبيقات خاصة فيها الساعة نفسها نفس الـ scheduling نفس الـ music نفس الـ sports والـ activities اللي تقدر تسويهم محدودين حاليا بس اتوقع ممكن يزيدونهم لي جدام كونان المستشعر اللي تحتاجها الوحيد عشان تقسل السبورت يعتمد على السبورت طبعا اذا تحتاج برامتر اذا انت قاعد تسعد وتنزل مثلا رح يكون كافي ووافي من ناحية دقات القلب وردي موجودة هنا ويشتغلوا بشكل مناسب مقارنة مع الساعات الذكية الثانية اللي جربتهم وداخل القلبة رح يكون معاها سير اضافي اذا السير هذا كان بالنسبة لك صغير بس حط بالك انه سجنة شكلها مختلف صدقا او لا تصدق انه تقدر تستعمل معاها السيول الثانية ما رح يكون بروبايتيري بكل بساطة رح تقدر تبطلهم وتبدل السوار او السير اذا انت ما كنترى حاطر لكم هم سير اصغر داخل العلبة اذا كان هذا بالنسبة لك كبير وبالختام الشيء لانا اتمنى ان يتغير مع صدار اليائه وطريقة شحن هذه الساعة ما عندي مشكلة مع القطعة الاضافية لتركبها من تحت وتشبك بشكل مغناطيسي عشان تشحنها عندي مشكلة مع منفذ ما المايكرو يو اس بي كان مفروض يكون تايب سي اولا يدعم لك شحن اسرع وثاني شي تقدر تستعمل نفس السلك اللي موجود عندك حق تليفونك عشان تشحن فيه ساعتك يعني اتوقع اذا انت كنت بتتقم ما بين النوبيا فون والنوبيا واتش مفروض يكونون علاقة لنفس السلك من ناحية الشاحن فممكن هذا الشيء عدونا بدون انطرح نصدار يديد لانا القاعدة ما لها علاقة بالساعة يقدرون نسوي قاعدة ديدة مع منفذ تايب سي وهذه المشكلة تنحل بس ضاكي خلقي لما شفت انا مايكرو يو اس بي فاتمنى ان يحطون يو اس بي تايب سي في الاصدار اليائي بس عجبتني الساعة شكلها مختلف داش مثل ما قلت لكم وهم ميزة اللي عجبتني في الانا مؤخرا قاعد انتبه عليها بشكل وايد كبير مع ساعات الدكية بشكل عام ان تقدر تسوي اقتران مع اي تليفون موجود عندك بدون لا تسوي ليس هات حق الساعة هذا الشي انا وايد واننسني ومادري ليش ممكن لي شركات قاعد تسويه فكل بياناتي المحفوظة على هذه الساعة ان كانت السيتنجس ان كانت الويوه اللي انا حاطها ان كانت اي ان كانت ان كانت اي ان كانت شون يعني اي ان كانت شون الشغلات اللي انا مخزنها على الساعة ما احتاج ان انا امسحها علشان اسوي لها بيرنج مع تليفون يديد وكل بساطة اقدر اتخل على الاعدادات وقل ان انا بسوي ري بير حق تليفون ثاني يطلع لي بار كود من اي بالتليفون يقرأ البار كود ينزل للتطبيق ديش الساعة يسوي بير على طول بدون لا تسوي ليسة حق الساعة وانا اقدر هذا الشي بشكل وايد كبير برافو عليكم نيوبي انا قدرت تسوي هذا الشي من اول اصدار اتمنى كل الشركات الثانية تسوي هذه الحركة عشان حتى لما انت اتيت تعمل ساعتك الذكية تبي تربطها مع اكثر من تليفون موجود عندك مشرط تمسح الساعة ماتك وبس عجبتني الساعة ابيعرف رايك ساعات المستقبل انت شو تشوف وبس سمونا على طال الكسور سلامتكم تعيشون احمد فوعركي فهم الله الكريم